للحديث أكثر مشاهدين عن هذا الموضوع ينضم إلينا الإعلامي إيهاب الركابي من البصرة أهلاً ومرحباً بك إيهاب يعني الرحمة والخلود بكل تأكيد لشهداء الحق والكلمة أحمد عبدالصمد وصفاء غالي ماذا يرمز تخليد صورة الشهداء وقبلها هو صفاء غالي والشهيد أيضاً أحمد عبدالصمد إلى ماذا ترمز هذا التخليد عفوا نعم بالبداية تحية لك ولكل المشاهدين الكرام اليوم هذه النصبة التذكارية التي عملت عليها الفنادة هنادي عطية لابد أن تكون لها دلالات كبيرة دلالات بأنه استذكار لبطولات هؤلاء الشهداء الذين قضوا من خلال الذين العمل الصحفي كان سبب في استشهادهم وكان آخر قطرة من دمهم دزفت في مكان عملهم بعد أن كانوا يجرون بث مباشر لقناتكم قناة دجلة اليوم حق علينا وعلى نقابة الصحفيين وعلى كل الشرفة أن يكون تخليد لهؤلاء اليوم كانت المبادرة من هذه الفنانة بعد أن كان هناك طلب شخصي من عندي بأنه يكون هناك نصب لصفاء غالي فما أن لبت هذه حتى استهوت الفكرة جميع الصحفيين وجميع أهاليهم أهالي الصحفيين وكان إلها في التحريك لمشاعرهم وكأنما عيدت ثلاث سنوات مضت في ليلة وضحاة طيب سيدي هابنا وجدد الترحيب بجنبك الكريم معنا وسؤالي هو ما تأثير حادثة اغتيال الشهيدين أحمد وصفاء على عملكم أنتم كإعلاميين وأيضا ما الذي تغير اليوم نعم اغتيال الشهيد أحمد عبدالصمد وصحفي المصور صفاء غالي كان إلى العكاسات سلبية على نفسياتنا كالصحفيين خاصة في محافظة البصرة وحتى بالمحافظات الأخرى أنه لما نشوفون هاي الشخصيات التي تفني تدفانى في عملها وبالتالي تكون جزائهم هي الرصاص في صدورهم وهما ينقلون الحقيقة وهما ينقلون أصوات الشعب أكيد سيكون العكاس سلبي على كل الصحفيين سواء كان بالبصرة أو غير البصرة أنت تعلم وأكيد عشتم الحادثة في وقتها كيف كان هناك ثورة إعلامية للمطالبة بمن قتلهم ومحاسبة من قتلهم اليوم الصحفيين حادثة أحمد عبدالصمد وصفاء غالي أصبحت نقطة توقف عندها الزمن في ذلك الوقت ووقت ثورة تشرين وغيرها التي كانت نقطة تحول حتى بالعمل الصحفي صار هناك تفاني أكثر صار اندفاع لدى الصحفي بأنه يوصل الحقيقة مهما تكون أنه يكون حال حال أحمد عبدالصمد مخلد بصوته وإن كانت النتيجة أنه يفقد حياته أو يفقد عمل بعض القنوات أنت تعلم أنه بعض القنوات رفضت بعض الإعلاميين أنه لا يتناسبون أجنداتهم التي يتحدثون بها سواء كان صوت المتظاهرين أو صوت الشعب وهذه الحالة التي جعلت اليوم الصحفيين في حالة استعداد لكل شيء يحصل بأنه ما قدم صفاء غالي كان رمز للوفاء ورمز للخلود في المهنة الصحفية بصاحبة الجلالة نعم إيهاب الكلمة الحرة الصادقة دفعت لأجلها الكثير من الدماء سواء في الخارج أو بالتحديد في العراق ما المطلوب اليوم لنحمي الصحفيين المراسلين المصورين في الميدان لينقلوا لنا الخبر بكل مزاقية نعم اليوم على كل الحكومات سواء كانت محلية أو الحكومة الاتحادية وكل النقابات المعلية بالعمل الصحفي والمسلسات الصحفية أن تعمل على تفعيل قانون حماية الصحفيين بشكل حقيقي وأن يحصل الصحفي على الحماية من خلال سرية المعلومة التي حصل عليها ممكن أنه حق الحصول على المعلومة سواء كانت معلومة أمنية أو معلومة اجتماعية أو سياسية اليوم كل الصحفيين يعانون من حالة بأنه الكاميرا وكأنما هي قنبلة موقوتة عندما تدخل إلى الدائرة الكل ينادي الحراسات الأمنية وغيرها أن هذا الشخص يحمل كاميرا لا يسأل أنه هذا صحفي أو غير صحفي المهم شهف كاميرا كأنما موجه لمدفع وليس موجه لكاميرا هذه الحالة المفروض نتخلص من عدها حتى نكون بشفافية كبيرة لنقل معاناة ناسنا معاناة المواطنين نقل الحالات سواء كانت سلبية أو إيجابية اليوم المؤسسات العلمية أبسط شيء جامعات إذا تدخل جامعة أنه تحصل على موافقات قبل ثلاثة أيام أو يومين حتى تدخل إلى جامعة معينة إذا تدخل تزور سجن فهذه الموافقات تكون كتابنا وكتابكم ولا تنتهي وممكن أنه بالأخير ما تحصل موافقة فهذه الحالة المفروض نحصل على المعلومة بشكل حقيقي مفروض نقابة الصحفيين تعمل على تفعيل هذا القانون بشكل كبير وأيضا إجراء دورات للمؤسسات الأمنية والمؤسسات المدنية هذه الدورات تكون بتعليمهم كيفية التعامل مع الصحافة ومع الصحفي وكيفية تزويدها بالمعلومة حتى ممكن أنه ننهض بالعراق من خلال الصحافة غيرت كثيرا في الوضع العراقي فعلينا أن ندعمها بشكل حقيقي نعم شكرا جزيلا لك الإعلامي إيهاب الركابي من البصرة اشتركوا في القناة